السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي الواحد يعرف ان الجامعة دي جامعة حقية ولا جامعة وهمية طيب في شوية نصيح زي مثلا انت تشوف الاعتماد الدرجة العلمية يعني مثلا انت ممكن تروح وزارة تعليم السعودية او المصرية الدولة اللي انت فيها او نود ان انت تروحها وتسألهم هل الجامعة دي معتمد عندك ولا لا فلو قالك تمام خلاص يبقى انت كده تقدر تبقى واسك ان الشهادة دي معتمدة وانت تقدر تعمل لها المعطلة تمام فوزارة تعليم الوطنية هي دي اللي عندها قايمة بايه الجامعات الحقية وايه الجامعات الوهمية فده يوفر عليك كتير بدل ما تعد مسلا تدسين تدريس وتدفع مسلا عشر تلاف دولار وفي الاخر تلاقي اي الشهادة غير معتمدة طيب تجنب الجامعات اللي بتنسخ اسماء مؤسسات شهيرة تمام يعني ممكن واسلا اكسفورد فتلاقي كذا حد نسخ الاسم ممكن نسميها اكسفورد تكنولوجي اكسفورد كذا اكسفورد كذا فده معناها ان هي جامعة اي كلام سرق اسم وكذا فلازم تتأكد من الموضوع دوت يعني ممكن تلاقي اكسفورد تدخل تلاقي ملاش علاقة بالجامعة تمام ولو دورت في جوجل تلاقي في موقع تاني الاكسفورد فده معنى كده ان هو بيحتال ومعندوش قوة ان هو يعمل اسم خاص به طيب الحاجة اللي بعد كده الرقم 3 معايير كبول لما تلاقي سهلة جدا يعني يقولك ايه بعتلي السي في وبعتلي خطاب تحفيز وخلاص خلصت على كده يبقى كده في حاجة غلط عندما لو هو فعلا بيركز على موضوع اللغة وبيركز على كذا وتلاقي فيه شروط كتيرة فتقدر ان انت تتوكل على الله وتروح الجامعة ان شاء الله طيب في حاجة برضو يعني كذا جاه كلمتنا قبل كده ووليت نفس المشكلة دي ان هو عايز يخد منك فلوس خلاص ومش هادفه غير فلوس فعايز يخليك تدفع الرسوم الدراسية مقدما تمام فتعرف ان هو مؤسسة دي فيها نصب او كده نقول لك ايه طب اكد جدية الحاجز يدفع مثلا خمسين دولار مية دولار يدفع خمسين في المية وهكذا تمام فالمفروض ان الجامعات واسقة من نفسها فبيتقصط لك الرسوم كل مثلا ترم جزء من الفلوس وهكذا انما هو عايز ياخد منك اي فلوس وخلاص طيب لو الدرجة العلمية لقيت سهلة جدا خلاص اشك من كده يعني هو يقول لك اه انت هتحضر وخلاص مفيش رسالة مفيش اي حاجة خالص فدي مشكلة تمام اه برضو شوف الموقع نفسه لو هو في موفر كتب وموفر امكانيات وموفر هكذا اه في مكان لوكيشان موجود يعني موجود على الارض الواقع بش مجرد اونلاين دي برضو اه كويس خش على الموقع وشوف هل في نعلمات عن الحرم الجامعي عنوان العمل لو ليت بكلام مضروب او كلام غير حقيقي لما بدور في جوجل نفس بتلاقيه فاشك في الموضوع دوت وممكن تسأل الناس اللي اتخرجت من الجامعة ديت تمام على لينك ن وهكذا فاقدر يقول لك اذا كان فعلا الجامعة دي اه حقيقية او لا او انا هسيب لك شوية رابط لبعض الموقع اللي ممكن تأكد لك اذا كان الجامعة دي حقيقية او مش حقيقية تمام فبالتوفيق ان شاء الله و انا معدش مشكلة ان تتاخد شهادة مضروبة بس تبقى عارف ان دي شهادة مضروبة تمام ما يبقاش حد ضحك عليك انت ممكن تكون لسبب من الاسباب مثلا فيه ترقية معينة فيه حاجة زي كده انت محتاجك شهادة زي كده انه فيش مشكلة تمام يعني المهم انا فاهم انا بعمل ايه فاهم ان الشهادة دي ما يبقاش انها تعمل لها اعتماد فانت تدرس وتشوف ايه القرار قرارك تمام هسيب لك بعض الروابط الاسفل فيديو وشوف ان شاء الله